دكتور وفق الإحصائيات يعني مصر الحمد لله بفضل ربنا عندنا كل أنواع السياحات الثقافية والترفيهية والشاطئية والعلاجية وكلها الحمد لله ومميزين فيها كمان والعالم كله عارف عننا ده وفق الإحصائيات ايه أكتر نوع من السياحة كان عليه إقبال خلال هذا العام هو عشرين تلاتة عشرين وبالتالي نتدي نكسف من العمل عليه سواء فيه الدعاية أو فيه مزيد من التسيرات والتسهيلات للسياح الليجي هو على المستوى العالمي مش على مستوى مصر المستوى العالمي السياحة الشاطئية بتمثل 65-70% دي على مستوى العالم لأن دي انت لما بتيجي بتعمل بنسوق بتبقى دراسة للكلتشر بتاعت الشعوب ثقافة الشعوب هنقول مثلا أوروبا الشرقية أوروبا الشرقية ما أقدرش أنا أروح في أوروبا الشرقية وأقول أنا بسوق للسياحة الثقافية لازم سياحة شاطئية أوكرانيا روسيا بولغاريا بولاندا دولت ما ينفعش أقوله تعالى احجز نايل كروز مع برامج الأهرامات وخد يومين البحر الأحمر طبعا كل السياح الأجانب بيجوا البحر الأحمر عشان الشعوب المرجانية والجو طوال العام فنيجي للسياحة الشاطئية هتلاقي الدول الأوروبا الشرقية على مدار السنة كاملة بيجوا البحر الأحمر وغرداء وجنوب سين هنيجي للسياحة الثقافية السياحة الثقافية بتمثل مثلا منطقة الأهرامات نايل كروز فلوكسور وأسوان هتلاقي أوروبا الغربية كلها فرنسانجلترا ألمانيا بلجيكا هولندا لوكسنبورغ وتذر بقى بيحب السياحة الثقافية ما تقدرش تقوله هو كالتشر بتاعته يعني هو جاي عايز يشوف المتحف عايز يشوف المتحف الكبير عايز يشوف حاليا لأن فيه زيارات للمتحف الكبير ولم يتم افتتاحه رسميا عايز يشوف التاريخ والأثار والحضارة وبعدين ياخد هتيجي للسياحة الهندي مسلا السياحة الهندي مش عايز بحر هو عايز سياحة الثقافية بس مش عايز بحر السياحة الأمريكي مش عايز بحر هو عنده المحيطات أنا لسه كنت في أمريكا وجيت من هناك لسه رجع ستا هو عنده محيطات هو جاي يشوف تاريخ هو معندوش تاريخ جاي يشوف الأجيبتولوجي جاي يشوف الفراعنة واخد بال حضرتك فكل هنيجي بقى للسياحة الثقافية بتمثل 12-13% 15% أنواع السياحات الأخرى بقى السياحة البيئية لو عايز الطيور الندرة يشوفها عايز مش عارف إيه عايز يروح الوحات مثلا عايز يروح السياحة الصحراوية دولة مكلفة قوي بس سياح ريتشي جدا زي مثلا سياحة دي يخوت قليلا ده بس إحنا عندنا السياحة الصحراوية بقالها فترة ماينفعش أنه يبقى يدخل الصحرا يعني كانت نتيجة الأحداث المناطق اللي حوالينا أو الدول اللي حوالينا وكده فبيجي بيدخل ويرجع في نفس اليوم خلاص؟ فيه إزاي ما قلت حضرتك السياحة العلاجية والاستشفائية الاستشفائية اللي هي العلاج بالمياة الكابريتية بقى الروماتويد الروماتيزم العمود الفقري الصدفية الدفن في الرمال دي سياحة الاستشفائية السياحة العلاجية اللي هي العلاج في مراكز زي مركز القلب أو الكلا أو كده برضو بتبقى ناس معينة والأعداد على مستوى العالم مش على مستوى مصر لو إحنا بقى عايزين نكسف أكتر ده بيتم على أساس أن أنت بتكسف حملاتك التسويقية بحسب كل بلد بحسب كل بلد بقى أنت عايز تجيب السياحة دي معانا أو فيه عندك مثلا كل الناس دلوقتي منتظرة افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا إحنا حطينه في البرامج كشركات سياحة وبتيجي الناس بالفعل تزوروا بس الافتتاح الرسمي هيبقى عامل بروباجندا وإعلام كبير جدا على مستوى العالم فهتبتدي الناس بس إحنا بنحط بنحط المطحف المميوات في البرامج السياحية فيه ناس بقى بتيجي في السياحة الشاطئية تنزل الغارداء أو شرم الشيخ فيه متاحف هناك بس هو جاي عايز الميديتيشن والشمس وقعد بياخد اللون البرونزي بيعمل تان بيعمل مش عاف إيه ويشوف السنوركلينج والدايفينج والحاجات دي كلها وممكن يقعد ثلاثة أربعة أيام في الدايفينج في الرحلة في البحر الأحمر يشوف الكرال والسمك والحود يعني فالتسويق بيتم على الأساس ده طبعا إسحاب الفنادق السياحية والقرى السياحية في محافظات مصر بيهتم أكتر بالسياحة الشاطئية وده لأنه هو الإقبال بيبقى بالشكل ده الشركات السياحة اللي هي زي ناو بيبقى عنده الاهتمام بالسياحة الثقافية مع الشاطئية الاثنين والثقافية أكتر وكذا عشان نحق زنالكم ترجمة نانسي قنقر